لكن الفترة اللي جاية لو بستعرض مثلا معايا الاخبار مثلا الاتحاد الاسباني لكرة القدم قال مثلا ان في دعم باربعة مليون يورو لسداد رواتب اللاعبين خلال الفترة اللي جاية تيجي التوقف المنافسات خلال الفترة الحالية الدعم ده جاي من الاتحاد الاسباني ومن ربطة مع روابط اللاعبين هيتم ازاي الاربعة مليون يورو دلش مش لللاعبين اللي بيلعبوا في الليجة او في الدور الممتاز دور المحترفين في اسبانيا يا لأ أربعين ألف يورو لكل نادي بيلعب فيه الدرجة الثانية ستة وتلاتين ألف يورو لأنديت كرة القدم داخل الصلاة عشر تلاف يورو لأنديت الدرجة الثالثة عشر وزع على اللعيبة فبالتالي فيه خطة واستراتيجية كل اتحاد بيعمله مع الروابط من أجل هذا الهدف في مصر أنا مش شايف أي دور في هذا الملف لو الاتحاد المصر هيدعم لازم يكون لجمعات الأبين المحترفين دور في هذا الدعم خلال الفترة اللي جاية بتتكلمه في خسائر مثلا اللي جا الأسبانية لو الدوري ما استكملش فيها بتتكلم في خسائر تقترب من مليار يورو لو فساة استكملت وتلعبت بدون جمهور بتتكلم في 300 مليون يورو خسائر لو الموسم استقنف وحرر جمهور بس بنسب معينة بتتكلم في 150 مليون يورو خسائر فبالتالي في جميع الأحوال فيه خسائر بس بنسب النسب إم تتزيد وإم تتقل حسب الدعم اللي هيتم سواء من الاتحاد أو من روابط اللاعبين اللي هو على القياس في مصر جمعية اللاعبين المحفين أو اللي تقدر روابط اللين دي الفترة الجاية مع البطالة الجزئية تقدر تشتغل على دي مع كمان تخفيض عقود اللاعبين في المرحلة اللي جاية مجموعة من الأخبار السريعة معايا قبل طبعا مخرج إلى فاصل وصديف الفقرة الحوارية الأولى الزميل العزيزة لأستاذ إهاب الخطيب الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلم بشكل رسمي من خلال جاني إنفنتينو أنه خلاص هي يصرف الإعانات للاتحادات الأهلية والاتحادات القرية خلال الفترة اللي جاية وقبل موعدها الرسمي نتيجة طبعا موضوع فيروس كورونا وأن هذا الأمر هيتم من خلال صندوق الإغاثة الطريقة التابعة للاتحاد الدولي تبتكلم ما يقرب من مليار وستمائة مليون دولار هيتم الصرف على كل الاتحادات الأهلية في العالم للصرف على هذا كان في بعض المعايير تم وضعها قبل صرف هذه المبالغ نتيجة طبعا يعني الاتحاد دولة هيشوف أن الاتحاد محتاج هذه الإعانة أو هذا يدعم خلال الفترة الجاية الاتحاد الدولة هي تغاضى عن فكرة إيه هي الظروف الاستثنائية أو المعايير اللي ممكن تتحط عشان نبدأ نشوف إيه اللي ممكن يتنفس بالنسبة للاتحادات اللي هيتم تغاضي عن المعايير هيتم تغاضي عن الظروف الاستثنائية والأرقام هتتصرف لكل الاتحادات بلا استثناء نتيجة هذا الظرف الطارئ